ام البطل وانت عايشين بفضل ابنك ده واللي زيه والشهداء اللي زيه اللي بيضحوا بحياتهم عشان حياتنا تبقى مستقرة الحقيقة الموضوع صعب جدا جدا مهما قلنا من كلام برامج وامهات الشهداء وربنا يصبركم وما كذا وكذا يعني كل الدباجات اللي بتتقال مش هتعبر ابدا عن حجم الالم اللي بيكون عند اي ام فقدت ابنها بهذا الشكل وستشهد عشان بلده لكن طبعا احنا النهاردة بنحتفل بهؤلاء الامهات وبنقولكم كل سنة وانتم طيبين كل سنة ومصر يعني رفع رأسها بيكم وبابنائكم الشهداء الشرفاء السيدة نبيلة شحاة الام المثالية بقوات المسلحة لهذا العام كل سنة وحضرتك طيبة واهلا بيكي معنا حضرتك طيبة حضرتك اهلا بيكي اهلا بيكي انا مش عايزة تناول الموضوع من جانب بكائيات وربنا يصبرك انا عارفة ان اندي سيدة قوية الحمد لله وربيتي رجل بدليل وجودك معانا النهاردة الحمد لله لان اللي موت في سبيل وطنه ويستشهد في سبيل وطنه ده هم من افضل واشجع الرجال فكل سنة وحضرتك طيبة ويعني انا بشكرك باسم كل المصريين ربنا يخليك يا حضرتك ربنا يخليك الحمد لله خلينا نبدأ بقى من البداية ونعرف ازاي حضرتك اترشحتي للام المثالية انا كان فيه يوم لقيت جزي بيقولهم اتصلوا بي عشان محتاجين صور لكي بس عمر ما جي في دماغي ان انا هكون ام مثالية ترشيح مثلا يعني على منطقة حدية القبة كده بس يعني ما كانتش في دماغي ام مثالية القوات المسلحة فعادي راح وقدم الورق والسور بتاعتي وكده فجيت ثلاثة اللي فات دوات لقيت يوم السبع بالتصلبية والاهرام وكل الدنيا كلها مبروك انت الام المثالية الاولى لقوات المسلحة فالحمد لله الحمد لله مبروك طبعا بني خليك الفلط طبعا ربنا صحناه وتعالى والاستشهاد ابني حمد لله طيب ايه تفتكري ايه اللي قدمتي او ايه اللي عملتي او ايه اللي هم يعني وفقا للضوابط اللي هم بيختاروا على اساسها الام المثالية اختاروك يا عشان يعني خلينا نتكلم عن فلسفتك في تربية ولادك او طبيعة التربية كانت ازاي ان انا ربيت راجل مؤمن الاول بربنا صحناه وتعالى وبدينه مؤمن بوطنه زي يكون كل ام بتزرع في ولاده وهم لسه اطفال زغيرين حبهم لدينهم وحبهم لوطنهم وبيشوف الام والاب في بيته والعيلة بتاعته كلها تتعامل ازاي تتعامل حتى في بيته الزغير ازاي ومع العيلة الكبيرة اللي هي مصر ازاي هراجب تشتغلي انا مدرسة ورح دلوقتي تشتغلي اه الوحيد دلوقتي بشتغل الحمد لله يمكن ده اللي هون على الواحد شوية اللي هو فيه الحمد لله ظروف التربية وانت امرأة عاملة وعندك او بناء تانين حراجب قلتلي وحنا في بوصل ورودة سعر اشهاد وليه كان عند 9 سنين اه ومحمد دلوقتي 25 سنة طيب فكرة انك تكوني امرأة عاملة وعندك اولاد تلاتة بتربيهم كان الموضوع طبعا صعب عليك طبعا طب احكي لنا كده طريقة التربية او او ان ظروف كانت ماشي ازاي الحمد لله انا كان هما معي في نفسي شغلي في نفسي مدرستي فكنت باخده كان اول معي محمد ووليد بس كنت اخدهم معي ونروح سوا ونرجع سوا مع بعض اذا كان نوضى بالدنيا مع بعضينا وكان يعني الحمد لله رب كان كلنا بنساعد بعض وهم صغرهم متعاونيني ساعدوني يعني في ترويق بيت في تجهيز اكل في كل حاجة لو انا في المطبق ياخدوا مني الاكل بيحطوه على تربية عشان نتغدى ساول نتعشى ساول الحمد لله كنت مربية في قلبهم حب التعاون في كل حاجة فيمكن ده برضو الحمد لله نفحهم لما كبروا ان هم تلعب متعاونين مع الناس في كل حاجة احكي لنا بقى عن تجربة المجند وليد عبد السميع وازاي خطي التجربة معه الحمد لله في يوم لقيت وليد جيبي يقولي يا ماما هقدم ورائي للخدمة العسكرية كان بيدرس اي وقتا كان هو خد دولوم صناعي وفات ساعتين وقدم له في الجامعة وقدمت فعلا ورائه خلاص يعني السنة جاية وهيدخل للجامعة قال لي لا انا مش هكمل انا حبيب اقدم الخدمة العسكرية ليه يا حبيبي قال لي انا حبيب كده ولا خلص على خير الاول بعد كده اشوف اعمالي في حقيقة هو اللي راح قدم بنفسه ولنا ولا بابا هو طلع كل وراء المطلوب منه بنفسه برضو يا حبيبي وراح اقدمه في كل اربعة ونص حتى يوم ما جي يروح يقدل لفرط التدريب بتاعته في العاشر راح لوحده وانا بروحت شغلي بابا راح شغله بس طبعا ربنا صحناه وتعالى هو اللي كان عالم بحلنا ساعتها عامل ازاي يعني فترة اني ابني فحضني وكل يوم اجل لقيه قاعد في بيته ومستنيني واحدونه كل يوم اتطمن عليه كان عنده طموحات موانع لك قلت انه هو درس سنوي صناعي وكان فيه توجه بعدك يعني كان ايه طموح وكان رسم حياته ازاي؟ هو كان رسم حياته يعني اني عرفته وربنا صحناه وكان من يصح حياته يعني الاول دمت سنوية عامة اه اه يقال لي لأ بعد اما خد سنة اولى انا حبيب بقى اخش صناعي اه طوله ماشي ادخل يا حبيبي زي ما يكون ربنا بيسهله كل الامور عشان يخش الجيش ويستشهد سبحان الله ده اللي فهمتوا من كل المعلومات دي يعني كل اللي حصل في حياته وليد لما عدد فكر فيها انه هو استعجل في كل حاجة عشان في الاخر يوصل للشهده فالحمد لله الحمد راح هو كان التدريب بتاعف العاشر اخذ فضل التدريب بتاعته تقريبا ثلاث شهور وجيت عرفت ان هم وزاهم على الاسماعيلية كان فضل يعني صعبة جدا اللي اقول كان تابر خمسة واربعين يوم هو قعد ثلاث شهور يحبيب التدريب بصي كل ما تخيل يتعلم جوا الجيش كان بيجي يحكي لك يعني كان بيجي يقولك انا مبسوط ولا في الاجهزات ولا انا تعبال لا 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 انا قلت وليه مش هتحمل لانه وليك كان من نوع اللي هو الحبوب الانسان اللي يعني المفرفش مش النوع اللي مضيف في الحياة العسكرية بتطلب انضباط وشخصية معين ساعة ما دخل الجيش لقيت وليد حب الجيش ده في كل قلبه وفي كل كينه حتى لما دخل الجيش يا حبيبي لقيته بيقولي لما حدو الزيارة ما هو انا هقدم وراء في التطويع ليه يا حبيبي قال لنا عايزة أقدم وراء في التطويع عايزة أقدر تقوله عملي في الجيش حب الموضوع تخيالي بقى قلت له خلاص اللي انت شافه في الصالح ليك يا حبيبي اعمله فعلا قدم وراء وهو في التدريب وراح كشفه وهو فرط التدريب برضو اه يا حبيبي ربنا يرحمه يا رب هي نفسينا وراح اول كشف تب ليه وهو هناك فرط التدريب بتاعه فجيه ربنا ما وفقهوش في اول كشف نظر جيه القائد بتاعه في التطوية التدريب كتاب له جواب وقال لهم ان وليد احسن نشان جي عندي ونظره ست على ستة زيت سقطه رجعه تقني عادة كشف تاني والحمد لله نجح برضو شو ربنا ما كانش يجعله نصيف ان هو يطوع سقت في اخر حاجة في العقلة والحمد لله قضى جيشه راح سيناء بعد الراح اسماعيلية بعد كده مسماعيلية حاولول سيناء دخل كاتبة مية واحد طبعا لما عرفتي نروح سيناء طبعا بلغكو في البيت بلغني هو مسافر في الطريق وبعدين قال لي يا ماما دعيلي انا مسافر سيناء دلوقت تقول ربنا يحفظك يا حبيبي وربنا معاك ربنا هو خير وحافظ ما قلتيش يعني احنا بني ادنين عندنا نزعاية انسانية برضو فاكيد اي ام في موقف ده ممكن تقوله لأ طب ازاي ما حصلش خالص ما قلتلوش الكلام ده يعني قلتلو ربنا معاك ربنا يحفظك قلتلو معاك يا حبيبي ربنا يحفظك ربنا يا حبيبي خير وحافظ وكان كل اللي علي بس نادعيله طبعا ربنا كان علم بقلب ساعتها وعلم بحياة تشالبت ازاي يعني انا عايزة اقولك من ساعة دخوله الجيش لغاية تستشهاده يمكن انا ما شوفتش طعم النوم شوف مجرد النوم مكنتش باشوفه احط جمالي على المخدة افتكر وليد وافتكر يا حبيبي نقف في المدهمة دلوقتي افضل الآن لغاية ما يصحى علي الصبح اتسر يا حبيبي ها لسه في المدهمة ولا دخلت الكتيبة شوفي يعني ظروف كانت الحمد لله وربنا كلله بالله لو الحمد لله قرمه بالشهادة انا بوتي انا اسفة طبعا انا بدخل في تفاصيل الحادث نفسه او بلاختي الخبر ازاي بس انا احنا لما بيشرفنا هنا طبعا حد من امهات الشهداء بنبقى عايزين نتكلم في الجانب الاخر لحياة هؤلاء الاشخاص ان الناس دول اللي بيستشهدوا عشان هم مش عايشين وحدهم لا هم عندهم أسر عندهم امهات وابهات عندهم أسر كاملة بتتدمر انت لما بيكون عندك شهيد هو مش لوحده هي أسرة كاملة يعني الازى بيقع عليها فبحب من خلال وجودكو معانا اننا نوري للمشاهد الجانب والبعض الاخر من حياة هذا الشهيد فمعليش انا بستأذلك انا عايز اقولك انا حاجة وليدي حبيبي لما دخل الجيش وراح سينة اضربت بعد اسبوع من دخوله سينة اضربت الكاتبة 100 واحد ساعة الكاتبة لما اضربت دي كان فيها العدد الكبير بتاع الشهد اللي هو كان 75 شهيد حبيبي بصي يعني من اول اسبوع راح سينة شف 75 شهيد حواليه الكلام ده ما خوفوش يعني هو كل اللي قالوا لي في التليفون لما اتصلت بيه يا ماما انا زميل يستشهده ومش عارف عامل ايه طوله يا حبيبي استعين بي القرآن ويده بي ورا القرآن لغاية من ربنا يكرمكو واي حد يجلكو فعلا جيت بقى طبعا نقطع كل الاتصال بيني وبين ابني فوجئت كان تاني يوم على العصر او المغرب لما رفت اخبار عن ابني عرفت بعد كان هو تاني يوم نزل عشان كان دخل شزايا في جسمه نزل قعد معي اسبوع لقيته مصمم ان هو يرجع السيناء تانية هل يا ماما لازم ارجع السيناء عشان ياخد حق زميل الشهداء لإما اخد حق زميلي لإما هموت شيء زيهم وفعلا يا حبيبي سافر وكمل مهمته هناك في السيناء طبعا مدهمت على طول يعني ايزا اقولك كل مدهمة كان بيستشهد زميل وليد وكان اللي عرفته بعد كيه سهل استشهد وليد انه ليه كان بيستشهد زميله اللي استشهده فيعني عارفة كان عنده قوة ارادة وقوة حب للبلد وقوة حب الزميل الشهداء ان هو لازم لإما يجيب حقهم لإما يستشهد والحمد لله يعني عارفة مهما مرة عليه من صعب عمره ما لقيت ابني فيهم اللي قمت راجع ولا قال لي يا ماما خلاص تعيبت عايز ارجع او شوفي لي اي وسطة وهاتيني هنا معكو هنا في القايرة او كده عمره ما قلت الكلمة دي ابدا وعمره ما تعيت مني انا يعني ساعات كان يجي لي وليد كده يعني برضو شاب مهما كان هلقي تعبان يا حبيبي كده اقول له اي يا حبيبي انا عارفة انت راجل انت ابن انت راجل يعني ما كنتش بتقولي له طب ما تتبقى في مكان قريب طب تبقى جنبنا كش بتعملي كده عمري خالص عمري اه اه اصلي انا برضو بحاول اجمع بين الجانب الغريزة الانسانية وحب بحب الوطن مأزقي بصراحة موقف اللي بتبقى فيه كل امه شهيد بيبقى موقف صعب قوي صعب قوي ما هو صعب جدا فعلا وربنا الوحيد يعني تقولي له ايه في موقف زي هذا ربنا الوحيد هو العالم بقلوبنا وعالم ان نحياتنا مش هزايد الوقت انا برضو لغاية وقتين هزا بنامع على المخد بتاعتي انا كل الوقوق يعني كل اللي حصل ثالث الشهاد وليد قدام عناية انا عايزكي معلش انا عايزكي نكمل باقي التفاصيل ونوصل لحادث بصي هو قبل استشهد وليد كان رمضان نزل رمضان قعد معي هنا اسبوع وسافر بعد رمضان انا من ساعة رمضان انا حاسة ان في حاج غريبة بيني وبين وليد رمضان اه يعني حاسة ان انا حاسة ان ابني استشهد وابني يقول لي ماما انا حاسس في حاج غريبة اول مرة يقول هالي واول مرة كان يقول لي يا ماما قلب المقبوض ومن قبل استشهده بخمس شهور كتب على الفيس وصية مش افتاش غريبة بعد اما استشهد بفترة بور هاني قال لي تعالي شوف الوصية دي كان يقول ليك هاتب هيلك يا امي انا لو ان شاء الله هستشهد بس مش عايز اشوف دموعك انت عارف انا بحبك ومحب شوف دموعك ابدا بس عايز منك حاجة واحدة تزوريني في قبري وتدعيلي افتكيني عطول بالدعاء وعطول بالزرارة في قبري دا كان حاجة من دمنا الحاجات اللي هو انت كاتبها وكتير كاتب كلام كتير على الشهادة وان هو يستشهد فجي حبيبي بعد ما مشي وسافر بقى الفترة في رمضان نزلي بعد العيد باسبوع تقريبا او عشر تيام قعد معايا هنا وزموعة كانت اخر زيارة اخر زيارة تفاصيلها ايه بقى تفاصيلها ايه يعني ايه اللي حصل في اخر زيارة اقول لك الزيارة دي لما نزل فيها انا بقولك انا حاسة من شهر رمضان ان في حاجة مشموعة ان في حاجة غير طبعية لما كنت حاسة طول طول وفتت الجيش كده بس الشهر دا بذكة مأكد علي قوي واقول يا رب استرها يا ربي يعني اللي جوايا دا متحققش يبقى تهيو قات اه يا رب الزمن اللي في جوايا وفي قلبي دا متحققش اه فكان على طول باب ياخدوا حق الشهيد يخرجوا على طول في المدهمات لحق الشهيد عملت حق الشهيد عملت حق الشهيد كتير حصلت العملية دي والحمد للربنا عندها بسلام نزل العيد وبعد العيد كانت ثورة يوليو 23 يوليو انا عارفة ومنقول يالبي يعني ان بتاع اي ثورة او مناسبة لنا لازم يحصل حاجة في سيناء وفان توقعته حصل كان المطار دي رب عندهم هو خب عليها اتصل اتطمن عليها عايزة اقول لك وليد من ساعتما سافر كانت كل ما تصل بلود عليها كان ممكن يقعد بالأزوان ما تكلميش نهائي مش عارفة توصل في يعني الخطة عمدهم قطوع المراد يسافر كل يوم لقيه رد عليها حبيبي اقول سبحانك يا رب الحمد لله اتطمن عليها اتطمن عليها اخر مكالمة بيني وبينه قبل استشهاده بالليل يوم الاتنين بالليل اتصل يتطمن عليها كان سيبني عينة وسافر وكانت المطلوب من التحليل وكده فبيقول لي يا ماما عملت التحليل تقول له اي حبيبي كل حاجة عملتها والحمد لله كل حاجة زي الفل يا وليد وانا ما كنتش عملت اي حاجة انا كل دماغي في ابني سبحان الله وهو عندي قبل ما يسافر بجد شوان تهدومه جيت خرقت له بدلة جيش جديدة خالص بشكها وجابه له كل غياراته جديدة تقول له بص يا حبيبي عشان لما تخرج مدهمة تلبس البدلة دي يا وليد وتبقى يا حبيبي عشان تبقى زي الأمر وانت خرج المدهمة يا وليد معقولة البدلة دي اللي لبسها واشتوشهد فيها وتدفن بيها سبحان الله سبحان الله بجد روضة وهي بتسلم عليه اخته قالت له يا حبيبي انت هتروح تسلم وهاجيلي امتى يا وليد مرتين هتسلم واجيلي امتى انا الكلام هتوش في دماغي يعني اليوم اللي قبل ما يستوشهد لما كان كلمني بالليل وبيسلم علينا ورودة يا حبيبي هتسلم وهاجيلي امتى الكلمة دي اقول ما سمعتها من روضة ضربت قلبي والتالي ما تقوليش لاخوك كده ما تقوليش لاخوك كلمة دي ابدا يا روضة ضربت قلبي انا فعلا حسيت انه وليد خلاص يعني هيستوشهد كلمني وكلم روضة وكلم بابا وفي نفس اليوم كلم اخوه بيوصي علينا ورودة وبابا وبيوصي علي نفسه انا كل دم فيش اي حاجة في دماغي عرفت الفجر خرج مدهمة من زميلهم مجومة عزوني خرج الفجر كلهم بيقول لي وليد جيه كان فيه حاجة غريبة جدا طبعا صلو وقرأت قرآن وقعد يكلم زميله وسلم كلهم ويقول لي كل واحد عيوبه ومحصنه انت لو عملت كده تبقى احسن من كذا لغاية ما سلح الفجر صلى الفجر وجهز كل زميله ولكن الوليد هناك كان واخد شيطة خضرة حكيم دار هناك في الجيش كان بيوزع زميله عشان ميلا يخرج مدهمة النهاردة ويخرج الدبابات وكده وليد اصلا مكانش خارج مدهمات اشنا كان عمل التعباء الاولى ملوش له خروج نهائي جيز ميلوله كان خارج تعب وليد حليف عليهم ما انتش خارج انا اللي خارج بدلك لا يا وليد قاله لا انا اللي خارج بدلك سبحان الله بيسع عشان الشهادة سبحان الله اليوم ده خرج تسعة دبابات خرجوا الفجر قبل ما يخرج ويركب الدبابة بتاعته تصور سلطين الصور بتاعته بعد هوملي انا اقولك لو تبص على وش وليد مش انسان عايش في الدنيا ومنظر عينيه لا ده انسان يعني فعلا هو كان عارف رايح فيهم بالزبط ركب الدبابات ركب الدبابات والمهمة بتاعتهم في منطقة اسمها قرام الاواديس المنطقة دي صعبة جدا هناك في قرام الاواديس فاتعاملوا هناك مع الارهابيين راح عشان يتهروا المنطقة من الارهابيين اتعاملوا هناك وعرفت انهم قتلوا ستارهابين هناك في العودة بتاعتهم وليد سابق الدبابة اللي هو كان فيها الاخرانية ونزل ركب مع قائد تاني قائد الدبابة تاني قال له انا عايز اركب معك يا قائد قال له حسن القائد دي قال له انا استأذنت من القائد اللي معي وهركب معك انت قال له ماشي يا وليد وليد امن تلات دبابات ان هما يعدوا الاول امنهم وبعدين قالك انا هعد ايه بعديهم بعد التأمين بيقولك وليد برضو اعني سلم عليهم ووضحهم كلهم قلبه حاسس قلبه حاسس ركب الدبابة اللي هوب مع القائد بتاعه بيقولك مفيش يعني ثواني بسمعنا انفجار كان فيه لغم في الارض عرفنا ان هو كان برميل فيه ستينتر لغم والحمد لله بصي انا انا يعني استاذة نبيلة انا في اللقاءات اللي زي دي انا ما بحبش اتكلم لانه انا الناس مش محتاجة تسمع كلامي في حيك هي الناس محتاجة تسمع حضرتك وتاخد وتسمع تجربتك وتعرف اللي بيحصل في مصر ايه وعايشين ازاي والتحدي اللي احنا بنواجهه لان فيه ناس كتير لما بتقولي ان مصر معرضة لمؤامرة ومصر بتحارب بيفتكروا ان احنا بنواجه عليهم ان احنا بنقول كلام برامج وده مش حقيقي ومفيش حرب وهناك مفيش الكلام ده بس وجود حضرتك وجود امثالك موجودين معنا هنا في المرنامج باب ينقل صورة اصدق هي دي الحقيقة من اللي انا وممكن حد غير يقولها هي دي الحقيقة عشان كده انا في اللقاءات اللي زي دي انا ما بحب مش اتكلم انا بحب اكون مستمع لحضرتكم فقط فيعني انا عايزة اعرف انتي انتي يعني بعد حدث يعني استشهاد شهيد وليد عبد السميع تلقيت الخبر طبعا كنتي عارفة طبعا بل بتحكي ده كنتي عارفة دي الحقيقة انتي عارفة وليد لما كنت بجازة شوان تهدوم واقول ما داخل علي قلت له يا حبيبي بص كلمة خرجت مني ما حدش دي من الحياة من الموت يا وليد الكلمة دينا قلتها ليه ما عرفش انا ببصت بعد استشهاده انا قعدت عييد شريط حياتي كله وكل اللي حصل بيني وبينه قبل ما يسافر وليقيت نفسي بفتكر كل كلام كنت بيقوله له بستاذة نبيلة انا لأسف في وقتي خلص بحيكي بلكن انا عايزة اخذ منك كلمة اخيرة ورسالة تقوليها لكل اهالي الشهداء وامهات الشهداء في هذا اليوم انا عايزة اقول لكل اهالي الشهداء ولكل اهل مصر كل اللي موجودين في سينة وفي اي مكان من جيش وشرطة رجالة رجالة بمعنى الكلمة وبيضحوا بنفسهم حتى مع كل زميلهم هم رجالة يعني ممكن تلاقي مجند وقفة كمين ممكن يقف بدل زميله لو لقى زميله مثلا تعبان او في اي ظرف بيضحب نفسه ما بيفرقش معايا انا هستوشد دلوقتي ولا مش هستوشد مفيش اي حاجة المهم ان هو يضحح عشان خطل زميله رجالة بمعنى الكلمة واقول لكل ام شهيد ربنا يصبرك والحمد لله احنا يعني اولادنا في مكان احسن من الدنيا الف مرة يعني الدنيا ملهاش اي لازمة الدنيا دي دار الاخير على فكرة دار البقاء هي اللي اولادنا فيها دلوقتي الجنة والحمد لله الحمد لله كل سنة وحضرتك تريده وشرفتين نهار ده في صوت الناس وقناة المحا ربنا يبرك لك ربنا يبرك لك